تحمل الجنسية السويدية ومتهم بارتكاب عدة جرائم خلال وجوده في السويد معلومات تعرف لأول مرة عن وزير الدفاع الحالي نجاح الشمري بعد أن كشف موقع أخبار اليوم السويدي جوانب مظلمة من حياة الرجل الذي تقلد منصبه في شهر حزيران الماضي قصة الرجل الذي يبلغ 52 عاماً مع السويد بادأت بحسب موقع أخبار اليوم عند وصوله هناك عام 2009 والتحقت به أسرته بعد ذلك بثلاث سنوات ثم حصل على الجنسية السويدية في عام 2015 وبحسب الموقع السويدي فإن الشمري المسجل في بلدية ستوكولم تورط في عام 2015 بعملية تزوير تتعلق بالتأمين لكن القضية أغلقت بعد تحقيق أولي وفي العام التالي وجهت إليه تهم ارتكاب جريمة أكثر خطورة لم توضح الصحيفة طبيعتها لكن القضية شطبت في اليوم الذي سبق المحاكمة لسبب ما وتم إطلاق سراحه كما قالت الصحيفة السويدية ولم تنتهي المعلومات الصادمة التي كشفها الموقع هنا بل أكد أيضاً أن الشمري تقدم عام 2013 بعدة طلبات للحصول على إعانات إلا أنها قوبلت بالرفض لكنه حصل في النهاية على إجازة مرضية بدوام كامل بسبب ما قال الموقع إنها مشاكل في الذاكرة مستغلاً بذلك القوانين السويدية التي تمنح مخصصات مالية للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة سفر الشمري وبعض أفراد أسرته عام 2013 إلى العراق مرتين على الأقل ويشير التحقيق الأولي للموقع أيضاً إلى أن عائلته لم تستطع تقديم إجابات عما كان الشمري يفعله خلال تلك الزيارات أعلى الرغم من كونه في إجازة مرضية بحسب ادعائه